السلام عليكم اخباركم شباب السلام عليكم طيبين اليوم نشوف الجيبريك الخاص بالاي او اس 5 طبعا مقيد يعني اول ما يطفاح يعلق على التفاحة ننتاج بعض الاشياء اولها الايتونز اكيد لازم يكون مثبت طبعا نثبت عن طريق الموقع عبر الرسمي زي ما انتم شايفين هاي طريقة اللي ما يعرفها نشبك الايفون بل يوسبي وندخله في وضع ديف مود عن طريق الضغط على زر الباور والهوم مع بعض الين يدخل الجهاز ونعد واحد اثنين ثلاثة نفك الباور ونبقى ضغطين على هوم والشاشة السودة معنا ان ندخلنا في نشغل الريد سنو ونضغط على جيل بريك بما ان ندخلنا في حيبدأ على طول في تثبيت الجيل بريك او السيدية ننتظلين يخلص ونحط صح على السيدية ونقل له نيكست ننتظل اللين يخلص اللودينج حيطلع نشكل ذا في الايفون نصب اللين يخلص طبعا بعد ما يخلص الجيل بريك حتكون السيدية بيضة حنحل المشكلة ذي باتباع الخطوة الجاية بعد ما يشتغل الايفون رجع على الديف مود نرجع الريد سنو ونحط خيار الثاني وبدأ خيار الاول بدأ ننتظر اللودينج اللين يخلص حيطلعك الشكل كذا في الايفون طبعا كل ما يطفى الايفون حنتبع الخطوة الأخيرة ويشتغل معكم معادي لا تنسونا مصالح دعاكم أعطيكم على الفي